العملية السادسة صفحة 34 في 15 واحد حصلت المؤسسة من فندق الأفراح مبلغ 20 ألف ريال نقدا مقابل أعمال غسيل نتذكر أن هذه مؤسسة تعمل في مجال الغسيل الآلي قامت الآن بتقديم خدمة للغير هذه الخدمة للغير لها مقابل هذا المقابل يسمى إيراد هذا المقابل يسمى إيراد والإيراد هو مقابل بيع السلع أو تقديم الخدمات إذن لدينا عنصر جديد أو عملية جديدة داخل مؤسسة الغسيل الآلي حيث أنها قامت بتقديم خدمة للغير وحصلت على المقابل نقدا نقدا يعني الذي تأثر بهذه العملية هو الصندوق وهو أحد مصادر الاستخدامات وحدثت به زيادة مقدرها 20 ألف ريال يبقى السؤال الإيراد يندرج ضمن مصادر الأموال ولا ضمن استخدامات الأموال بالنسبة للإيراد فهو في النهاية سوف يؤدي إلى ذيادة حقوق مالك المنشأة على المنشأة والتي أسميناها سابقا حقوق الملكية إذن نستطيع القول أن الإيراد يؤثر على حقوق الملكية بالزيادة وحقوق الملكية كانت ضمن مصادر الأموال إذن نستطيع القول أن هذه العملية تؤثر على مصادر الأموال أيضا إذن هذه العملية قد أثرت على الجانبين جانب الاستخدامات وهو الصندوق وجانب المصادر وهو الإيرادات فبالنسبة للصندوق حدثت به زيادة بمبلغ 20 ألف وكان قديما 100 والآن زاد بعشرين فيصبح رصيده الجديد 120 أما مصادر الأموال فقد حدث بها هي الأخرى زيادة يعني الجانبين حدث بهم زيادة والبند الجديد هو بند الإيرادات والذي سوف يؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بمبلغ 20 ألف ريال بناء على ذلك في أن معادلة المحاسبة تنص على أن الأصول تساوي الخصوم زاد حقوق الملكية إجمالي قيمة الأصول في المعادلة السابقة كان بمبلغ 840 ألف ريال وإجمالي مصادر الأموال كان أيضا 840 ألف ريال في العملية السابقة العملية الحالية سوف تؤدي إلى زيادة كلا الجانبين فهذا الجانب سوف يزيد بمبلغ 20 ألف وهذا الجانب هو الآخر سوف يزيد بمبلغ 20 ألف ولابد أن تصبح القيمة الإجمالية لكلاهما 860 ألف نشوف كده تفصيلا أولا عنصر البنك لم يتأثر بهذه العملية كانت 330 ألف ويظل كما هو بينما أن العنصر الثاني وهو عنصر الصندوق كانت القيمة القديمة به مبلغ 100 ألف ريال زاد هذا العنصر بمبلغ 20 ألف ريال قيمة الإيراد فتصبح القيمة الجديدة له 120 ألف ريال العناصر الأخرى للأصول لم تتأثر فلدينا المباني وكذلك العدد والأثاس كل هذه العناصر لم تتأثر وتظل كما هي بالنسبة للخصوم كما هي الدائنون شركة شمسان دائنة بمبلغ 40 ألف ريال بينما أن حقوق الملكية كان بها رأس المال 800 ألف ونزيد عليه الآن عنصر جديد وهو عنصر الإيرادات بالمبلغ الجديد اللي هو 20 ألف ريال يصبح مجموع جانب مصادر الأموال بدلا من 840 يصبح 860 ألف ريال وكذلك جانب استخدامات الأموال يصبح هو الآخر 860 ألف ريال إذن حدث زيادة في جانب الأصول وكذلك زيادة في جانب الخصوم وحقوق الملكية أو جانب مصادر الأموال وجانب استخدامات الأموال أصبحت القيمة الجديدة 860 والجانبين متساويين بعد ذلك نأخذ هذه العناصر ونقوم بإظهارها ضمن قائمة المركز المالي أو الميزانية التي تأخذ شكل حرف T الميزانية الآن في 15 واحد الأصول وخصوم وحقوق الملكية بالنسبة للخصوم لدينا الدائنون وهي شركة شمسان لم تتأثر بمبلغ 40 ألف أما حقوق الملكية فكان بها رأس المال بمبلغ 800 وظهر عنصر جديد هو عنصر الإرادات أدى إلى زيادتها بمبلغ 20 ألف إذن حقوق الملكية لم تعد 800 وإنما أصبحت 820 ألف وعند جمع العنصرين الظاهرين في جانب مصادر الأموال تصبح القيمة الجديدة 860 ألف إذن هذا الجانب حدثت به زيادة بالنسبة للأصول فنجد أن البنك لم يتأثر كان بمبلغ 330 بينما أن الصندوق كان به 100 ألف وتم إضافة مبلغ 20 ألف وهو الإراد عليه فتصبح قيمته الجديدة 120 ألف المباني والعدد والآلات والأثاس كانت كما هي لم تتأثر ويصبح الإجمالي 860 ألف وللتأكيد فإن جانب استخدامات الأموال ما ذال يتساوى مع جانب مصادر الأموال لدينا على هذه العملية ملحوظة حيث أنها كانت تخص نوع جديد من العمليات وهو عمليات الإرادات وبناء عليه نلاحظ أن المعدلة أيضا يمكن أن تشتمل على كل من الإرادات ليس الإرادات فقط وكذلك المصرفات لأن الإرادات كانت تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية وحيث أن المصرفات عكس منها فإنها سوف تخفض أيضا حقوق الملكية إذن المعادلة يمكن إعادة صياغتها على النحو التالي الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية حقوق الملكية عدلت الآن بالإرادات أضيفت إليها وخصمت منها المصرفات هذه المعادلة يمكن إعادة صياغتها مرة أخرى إذا تم نقل المصرفات إلى الجانب الأيمن تتغير إشارتها من السالف فتصبح موجبة وبناء عليه يمكن إعادة صياغت هذه المعادلة بشكل جديد ونقول أن الأصول زائد المصرفات تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإرادات وهذه الصيغة أو هذا الشكل هي الصورة الثانية من معادلة المحاسبة الصورة الأولى كانت الأصول فقط تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية أما العنصرين المميزين باللون الأزرق وهما المصرفات والإرادات فقد تمت إضافتهم إلى المعادلة في صورتها الثانية إذن إذا ظهر لدينا إرادات أو مصرفات أو عمليات تخص إرادات ومصرفات فإن الشكل الصحيح أو السليم لمعادلة المحاسبة لا يكتفي فقط بعناصر الأصول والخصوم وحقوق الملكية وإنما يضيف عليهم أيضا المصرفات وكذلك الإرادات إما أن نضيف الإرادات إلى حقوق الملكية مخصوما منها المصرفات أو أن نضيف المصرفات إلى جانب الأصول والإرادات إلى جانب الخصوم وحقوق الملكية أو أن المصرفات تظهر ضمن استخدامات الأموال بينما أن الإرادات تظهر ضمن مصادر الأموال